مشاهدة مثيرة في عالم باب جي مرحبا بكم في عالم باب جي حيث يلتقي التشويق بالتكتيك والحركة بالاستراتيجية تعد باب جي واحدة من أبرز العاب البقاء على قيد الحياة على الإطلاق حيث يندمج اللاعبون في بيئة مفتوحة ويتنافسون للبقاء آخر من يقف على قيد الحياة منذ إطلاقها أصبحت باب جي مصدرا للتوتر والإثارة والمتعة لملايين اللاعبين في جميع أنحاء العالم في هذا الفيديو سنغوص معا في عالم باب جي حيث سنستكشف كل جانب من جوانب هذه اللعبة المذهلة سنتعلم كيفية البقاء على قيد الحياة في معارك ملحمية ونستكشف أسرار الخريطة ونطلق العنان لمهاراتنا الاستراتيجية والقتالية للظفر بالفوز سنشارك النصائح والحيل معا لتحسين أدائكم وتجربة أفضل في هذا العالم المثير مهما كانت مستوياتكم في اللعبة ستجدون هنا محتوى يلبي تطلعاتكم ويساعدكم على الاستمتاع بكل لحظة داخل باب جي لذا دعونا نبدأ رحلتنا المثيرة ونستعد للانغماس في هذا العالم الرائع إذا هيا بنا ننطلق تعتبر لعبة باب جي وحدة من أشهر العاب الفيديو على مستوى العالم حيث حققت شعبية هائلة منذ إطلاقها في مارس 2017 تم تطويرها بواسطة شركة باب جي كوربيريش وهي لعبة بقاء تنافسية على الإنترنت تتميز بطور اللعب الجماعي والفردي تاريخ باب جي تم تطوير باب جي بواسطة المطور الكوري الجنوبي بلوهول وتم إصدارها لأول مرة في ديسمبرا دوهزارو هفته لمنصة الحواسيب الشخصية ولاحقا تم إصدار نسخ لأجهزة الألعاب المنزلية مثل ياسوي واسكليب بالإضافة إلى الهواتف الذكية مفهوم اللعبة الأساسي تتميز جاميت بأسلوب لعب مميز حيث يتنافس اللاعبون في معركة ملكية على جزيرة مهجورة يتم إلقاء اللاعبين من طائرة في بداية اللعبة بدون أي تجهيزات ويتعين عليهم البحث عن الأسلحة والمعدات والدروع في البنى المتناثرة عبر الجزيرة الهدف الرئيسي هو البقاء على قيد الحياة بينما يقوم اللاعبون بقتل بقية المشاركين وفي النهاية يتبقى لاعب واحد أو فريق واحد فقط يفوز بالمعركة تمثل بابجي تحديا فريدا لللاعبين حيث يجمع بين العناصر الاستراتيجية والتكتيكية والمهارات الفردية في معركة ملحمية تجذب الملايين حول العالم قصة اللاعب تدور قصة اللاعب في بابجي حول تجربة فريدة وملحمية يخوضها كل لاعب اثناء مشواره داخل اللعبة يتمتع اللاعب بحرية كاملة في اختيار كيفية تنظيم مشواره وتحقيق هدافه داخل العالم الافتراضي لللعبة بداية مشوار اللاعب تكون بلحظة الهبوط من الطائرة الى الجزيرة المحاصرة حيث يجد نفسه وحيدا بدون اي معدات او سلاح يتعين عليه البحث عن الموارد والاسلحة والتجهيزات للبقاء على قيد الحياة وتحقيق الفوز تتميز قصة كل لاعب بالتنوع الكبير في التجارب حيث يمكن للمشوار ان يكون مليئا بالاثارة والمغامرة في معارك ملحمية ضد لاعبين اخرين او قد يتخذ المشوار طابعا هادئا حيث يختار اللاعب الابتعاد عن المواجهات المباشرة والبقاء في المناطق الامنة يتطور مشوار اللاعب مع كل لحظة يقضيها داخل اللعبة حيث يكتسب خبرة ومهارات جديدة في البقاء على قيد الحياة والتفاعل مع البيئة واللاعبين الاخرين كل مواجهة وكل اختيار يشكل جزءا من قصة اللاعب في باب جي ويؤثر على مصار تجربته داخل اللعبة مهمتك كلاعبه البقاء على قيد الحياة وتحقيق النصر في معركة البقاء على جزيرة باب جي والتي تعتبر تجربة فريدة ومثيرة للجميع وهذا هو ما يجعل قصة اللاعب في باب جي مليئة بالتشويق والإثارة خريطة اللاعب خريطة اللاعب في باب جي هي واحدة من أهم عناصر اللعبة حيث توفر بيئة متنوعة وشاملة تسمح للعبين بالاستكشاف والتنافس في معارك ملحمية تتميز الخريطة بتنوع المناطق والتضريس مما يجعل كل جولة لعبة تجربة فريدة إيرانغل إيرانجل هي الخريطة الأصلية في باب جي وتتميز بمساحات واسعة من الأراضي الريفية والمدن المهجورة والمواقع العسكرية تعتبر مناطق مثل من بين المواقع الشهيرة التي يفضلها اللاعبون للهبوط نظرا لكمية الغنائم الكبيرة التي تتوفر فيها ميرامر تقع في الصحراء وتتميز بتضريسها الجفة والصخور الصخرية والمدن الكبيرة والقرى الصغيرة تعتبر سخي من بين المواقع الرئيسية التي يفضلها اللاعبون للهبوط في سنهوك تعتبر هذه الخريطة أصغر حجما من الخرائط الأخرى في شوات مما يجعلها مكانا مثاليا لمواجهات سريعة ومثيرة تحتوي على غابات كثيفة ومناطق جبلية وشواطئ رملية هي بعض المواقع الشهيرة في كيندي تمثل فغي مزيجا مثاليا بين الثلوج والجبال والغابات والمدن الصغيرة تتميز بتضريسها الفريدة ومناخها القاسي مما يجعلها تحديا مثيرا لللاعبين خاف وخواتغيف وسورسي هي بعض المواقع الشهيرة في شئي تعتبر هذه الخرائط الأربعة الرئيسية في شمع مكانا لاستكشاف وتنافس وتحديات متنوعة وتضيف عمقا إلى تجربة اللاعب وتسهم في إثراء قصة اللاعب داخل اللعبة الأسلحة والتجهيزات في باب جي تتوفر مجموعة واسعة من الأسلحة والتجهيزات التي يمكن لللاعبين استخدامها للبقاء على قيد الحياة والتغلب على خصومهم بشكل فعال يجب على اللاعبين فهم كيفية استخدام كل نوع من الأسلحة والتجهيزات بشكل صحيح لتحقيق أقصى قدر من النجاح في المعارك الأسلحة واحد بنادق الهجوم تتميز بناديتها بقوة النيران ودقتها المتوسطة مما يجعلها مثالية لمعارك المسافات القريبة والمتوسطة بين الأسلحة الشهيرة في هذه الفئة تستخدم للقنص على مسافات بعيدة حيث تتمتع بدقة عالية وقوة إصابة كبيرة تشمل الأسلحة البارزة الهجوم الخفيفة تستخدم للقتال على مسافات قريبة حيث تتميز بسرعة النيران وخفة الوزن تتضمن هذه الفئة تعتبر فعالة في المسافات القريبة حيث تسبب ضررا كبيرا عند الاستضام تشمل الأسلحة الدروع حماية إضافية للجسم من الأضرار وتتوفر في ثلاث مستويات الدرع الخفيف الدرع المتوسط الدرع الثقيل الدرع الخوذ تحمي الرأس من الأذى وتتوفر بثلاثة مستويات مثل الدروع ثلاث الحقائب تزيد قدرة اللاعب على حمل المعدات والذخيرة وتتوفر بثلاثة مستويات أربع المستلزمات الطبية تتضمن العناصر مثل العلاجات وأدوات الإسعاف ومشروبات الطاقة التي تساعد اللاعبين على البقاء على قيد الحياة واستعادة الصحة بفهم جيد لأنواع الأسلحة والتجهيزات المتوفرة في باب جي وكيفية استخدامها بشكل فعال يمكن للعبين زيادة فرص البقاء على قيد الحياة وتحقيق النصر في المعارك استراتيجيات البقاء على قيد الحياة في باب جي البقاء على قيد الحياة ليس مجرد مسألة حظ بل يتطلب استراتيجية وتكتيك فيما يلي بعض النصائح حول كيفية البقاء على قيد الحياة في بيئة اللعبة القاسية والتعامل مع التهديدات بشكل فعال واحد اختيار مواقع الهبوط بحكمة اختر مواقع الهبوط بناء على المستوى الخاص بك من المهارة والاستراتيجية تجنب الهبوط في المناطق الساخنة إذا لم تكن متأكدا من قدرتك على التعامل مع الصرعات المباشرة اثنان التحرك بحذر قم بالتحرك بحذر وتجنب الظهور بوضوح للخصوم المحتملين استخدم التضريس والغطاء لتقليل احتمالية تعرضك للإصابة ثلاث جمع الموارد بشكل فعال ابحث عن الأسلحة والدروع والامدادات الطبية والتجهيزات بمنتهى الحذر قم بتجنب التعرض للخطر أثناء البحث عن الموارد أربع التواصل مع الفريق إذا كنت تلعب في فريق فالتواصل هو المفتاح للبقاء على قيد الحياة وتحقيق الفوز تبادل المعلومات والتخطيط للتحركات المشتركة خمسة استخدام العقلية الدفاعية تجنب الاندفاع العشوائي والبقاء في المواقع التي توفر غطاء جيدا استغلال البيئة لتقليل فرص التعرض للهجمات ستة تحضير للمواجهات قم بتجهيز نفسك للمواجهات المحتملة من خلال جمع الأسلحة والذخيرة الكافية والتجهيزات الطبية سبع الاحتياط والتخطيط خطط لمسار حركتك واحتفظ بخيارات للانسحاب في حالة الضرورة قم بتقديم الأولوية للبقاء على قيد الحياة عوضا عن البحث عن المواجهات القتالية بتبني استراتيجيات البقاء على قيد الحياة الذكية والحذرة يمكن للعبين زيادة فرص النجاح والفوز في باب جي حتى في البيئة القاسية والملئة بالتحديات نمط اللاعب الفردي في باب جي يعتبر اللاعب بشكل فردي تجربة مثيرة وتحدي فريد يجب على اللاعبين استخدام استراتيجيات مختلفة للبقاء على قيد الحياة والفوز بالمباريات ضد لاعبين آخرين وذلك عبر توظيف الذكاء والمهارة في كل حركة استراتيجيات الفوز بمفردك ضد الآخرين واحد اختيار موقع الهبوط الصحيح حدد موقع الهبوط بحذر واختر مكان يوفر موارد كافية وفرص للبقاء على قيد الحياة في المراحل الأولى من اللعبة اثنان تحديد أولوياتك ركز على جمع الموارد الأساسية مثل الأسلحة والدروع والإمدادات الطبية في المراحل الأولى ثم قم بتوسيع مجموعتك بشكل تدريجي ثلاث البقاء في الحركة تجنب البقاء في مكان ثابت لفترة طويلة واستمر في التحرك لتجنب أن تصبح هدفا سهلا للعبين الآخرين أربع التفاعل مع البيئة استخدم التدريس والغطاء بشكل ذكي للتخفي وتقليل احتمالية التعرض للهجمات واستغلال البيئة للمراوغة والهجوم على الأعداء خمس القتال بالتكتيك ابتعد عن المواجهات العشوائية واختر اللحظات المناسبة لشن هجماتك استخدم التكتيكات الذكية مثل التحايل والمراوغة للفوز في المواجهات الفردية الستة الاستفادة من الأسلحة المناسبة تأكد من اختيار الأسلحة التي تناسب نمط لعبك وتفضل استخدامها في المواقف المناسبة سبعة تركيز على الهدف ابتعد عن التشتت والتركيز على الهدف الرئيسي وهو الفوز بالمباراة كلاعب فردي بتطبيق هذه الاستراتيجيات الذكية يمكن للعبين الفوز بمباريات باب جي بشكل فردي والاستمتاع بتجربة اللعب الفردية المليئة بالتحديات والإثارة نمط اللعب الجماعي في نمط اللعب الجماعي في باب جي التعاون والتنسيق بين اللعبين يلعب دورا حاسما في تحقيق النجاح والفوز بالمعارك إليك بعض النصائح حول كيفية اللعب مع الفريق وتكتيكات التعاون للوصول إلى النصر واحد التواصل الفعال استخدمت دردشة الصوتية أو الرسائل النصية للتواصل مع أفراد الفريق وتبادل المعلومات حول المواقف والخطط والموارد اثنان تقسيم المهم حدد أدوار كل لاعب في الفريق وتعاونوا لتوزيع الموارد والمهم بشكل فعال مثل جمع الأسلحة والدفاع عن المواقع الاستراتيجية وتوفير الدعم الطبي الثلاثة التحرك كوحدة قم بالتحرك كفريق واحد بدلا من الانفراد بالقرارات وابتعد عن الانتشار العشوائي الذي قد يؤدي إلى التعرض للهجمات أربع توزيع الموارد بالتساوي حرصا على توفير التجهيزات والأسلحة لجميع أفراد الفريق بشكل متساوي وتبادل الموارد بين الأعضاء بناء على الحاجة خمسة تغطية المتبادلة قم بتغطية بعضكم البعض خلال المواجهات واستخدم التحايل والتضريس لتوفير غطاء فعال وتقليل فرص التعرض للهجمات الستة استخدام القوة الجماعية اعتمادا على قوة الأعضاء المتكاملة في الفريق قدم الدعم المتبادل واستخدم التكتيكات المتقنة للفوز في المواجهات ضد الأعداء سبع تحليل البيانات قم بتحليل البيانات والمعلومات المتاحة لتطوير استراتيجيات فعالة وتحسين أداء الفريق في المباريات المقبلة من خلال تطبيق هذه التكتيكات والاستراتيجيات يمكن لفرق باب جي العمل بفعالية معا وتحقيق النجاح والفوز بالمعارك مما يضيف لمسة من التنافسية والإثارة إلى تجربة اللعب الجماعي السيارات ووسائل النقل في باب جي تلعب وسائل النقل دورا مهما في التنقل بين المناطق وزيادة فرص البقاء على قيد الحياة والفوز في المعارك إليك نظرة عمة على أنواع السيارات ووسائل النقل المتوفرة واحد السيارات الصغيرة باكي تعتبر الباجي سيارة سريعة وسهلة القيادة مما يجعلها مثالية للتنقل على الطرق الوعيرة والتضاريس الصعبة اثنان الدراجات النارية موتر سيكل تتميز الدراجات النارية بسرعتها العالية وقدرتها على الوصول إلى المناطق الصعبة الوصول يمكن لللاعب الراكب الخلفي استخدام الأسلحة أثناء التنقل ثلاث السيارات الكبيرة توفر السيارات الكبيرة المزيد من المساحة والحماية وتصلح لنقل الفرق والتنقل بين المناطق بشكل آمن أربع الشاحنات تركس تعتبر الشاحنات وسيلة نقل مثالية للفرق الكبيرة حيث تتميز بمساحتها الكبيرة وقدرتها على حمل العديد من اللاعبين والموارد خمس القوارب باوتس تستخدم القوارب للتنقل عبر المياه والوصول إلى الجزر والمناطق النائية بسرعة وسهولة باستخدام هذه الوسائل المتنوعة للنقل يمكن للعبين اختصار الزمن وتجنب المناطق الخطرة والتنقل بين المواقع بشكل أسرع وأكثر فعالية مما يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة وتحقيق النجاح في باب جي نمط اللعب البقاء على الأماكن في باب جي يعتبر نمط اللعب البقاء على الأماكن واحدا من أهم الاستراتيجيات للبقاء على قيد الحياة وزيادة فرص الفوز إليك بعض النصائح حول كيفية البقاء في منطقة محددة طوال المباراة وتجنب الصرعات المباشرة واحد اختيار المواقع بحذر ابحث عن مناطق استراتيجية توفر غطان جيدا وإمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية مثل الأسلحة والدروع والإمدادات الطبية اثنان البقاء في الحركة تجنب الانتظار في مكان واحد لفترة طويلة واستمر في التحرك بين المباني والغطاء لتقليل احتمالية التعرض للهجمات ثلاثة تأمين المداخل والمخارج ابقى مداخل المبنى التي تقيم فيه مؤمنة وقم برصد المخارج لتجنب المفاجآت الغير مرغوبة اربع استخدام الفخاخ والتسلل قم بوضع الفخاخ مثل الألغام والقنابل اليدوية لتحصين المواقع وتحذير الأعداء المحتملين كما يمكنك استخدام التسلل للتحرك بين المباني بدون جذب الانتباه خمسة تخطيط للهروب قم بتحديد مخارج آمنة للهروب في حالة تعرضك لهجوم مفاجئ أو تصعد الصراع في المنطقة ستة الاحتياط والاستعداد قم بتجهيز نفسك بالموارد الكافية مثل الأسلحة والدروع والإمدادات الطبية لتكون جاهزاً للصراعات المحتملة سبع التحليل والمراقبة استخدم الأسلحة البعيدة المدى والمناظير لمراقبة الأعداء المحتملين وتحليل حركتهم قبل القيام بأي تحرك باعتماد هذه النصائح واستراتيجيات البقاء على الأماكن يمكن للعبين زيادة فرص البقاء على قيد الحياة وتحقيق النجاح في باب جي حتى في الظروف الصعبة والمعارك المحتملة الاستراتيجيات الهجومية في باب جي الهجوم على اللاعبين الآخرين بفعالية يتطلب تخطيطاً جيداً واستراتيجيات محكمة إليك بعض النصائح حول كيفية الهجوم بنجاح وبفعالية على الأعداء واحد التحضير والتخطيط قم بجمع المعلومات حول موقع اللاعبين المحتملين وعددهم قبل الهجوم وقم بوضع خطة هجومية تضمن الفوز بالمعركة اثنان التنقل بحذر قم بالتحرك بحذر وتجنب الانفراد حتى لا تصبح سهلاً للأعداء المحتملين استخدم التضريس والغطاء لتقليل احتمالية التعرض للهجمات ثلاثة تعاون مع الفريق إذا كنت تلعب في فريق فحاول التنسيق مع أفراد الفريق وشن الهجمات المشتركة لزيادة فرص الفوز أربع استخدام الأسلحة الصحيحة اختر الأسلحة المناسبة للمواجهة واستخدمها بذكاء لتحقيق النجاح في الهجوم استخدم الأسلحة ذات النيران القوية في المواجهات القريبة والأسلحة البعيدة المدى في المواجهات عن بعد خمس المفاجآت والتحايل استغلال المفاجآت والتحايل للانتصار في المعارك مثل استخدام القنابل اليدوية أو الألغام لخلق فرص هجومية غير متوقعة على الأعداء استخدام التضريس بذكاء استغلال التضريس والمواقع الاستراتيجية لزيادة فرص الفوز في المعارك مثل استخدام الارتفاع للمراقبة والهجوم من مواقع مرتفعة سبع الحفاظ على البرودة العقلية حافظ على الهدوء والبرودة العقلية إثناء الهجوم ولا تندفع بدون تخطيط جيد فقد يؤدي العنف العشوائي إلى نتائج غير مرغوب فيها من خلال اتباع هذه الاستراتيجيات الهجومية الذكية والتكتيكات المناسبة يمكن للعبين زيادة فرص النجاح في المواجهات والفوز بالمعارك في باب جي استراتيجيات الدفاع الدفاع في باب جي ليس فقط عن البقاء على قيد الحياة بل يتضمن أيضا حماية نفسك وفريقك وتأمين المواقع الحاسمة في الخريطة إليك بعض الاستراتيجيات لتحقيق ذلك بنجاح واحد تحديد المواقع الاستراتيجية حدد المواقع الحاسمة في الخريطة مثل المباني الكبيرة أو التلال المرتفعة وحاول تأمينها بشكل دائم اثنان تطوير الأنظمة الدفاعية قم بوضع الفخاخ مثل الألغام والقنابل اليدوية في المداخل والمخارج لمنع اختراق الأعداء واستخدم الحواجز والحواجز لإعاقة تقدمهم ثلاثة توزيع المهم بشكل جيد قسم مهم الدفاع بين أفراد الفريق بشكل فعال وتحديد من يتولى مسئولية مراقبة المداخل والمخارج وام يتولى مهمة تقديم الدعم الناري أربع التحضير للهجمات كنا مستعدا لمواجهة الهجمات المحتملة عن طريق جمع الموارد الضرورية مثل الأسلحة والدروع والإمدادات الطبية وتحضير خطط احتياطية خمسة تواصل الفعال استخدمت دردشة الصوتية أو الرسائل النصية للتواصل مع أفراد الفريق وتبادل المعلومات حول المواقف والتهديدات المحتملة ستة استخدام التكنولوجيا بذكاء استخدم الأجهزة الإلكترونية مثل الكاميرات والأجهزة الاستشعارية للمساعدة في رصد حركة الأعداء وتنبيه الفريق للتهديدات المحتملة سبع التفاعل السريعة استجب بسرعة لأي تهديدات قد تطرأ وقم بتنفيذ خطط الدفاع المحددة مسبقا بشكل فعال بتبني هذه الاستراتيجيات الدفاعية الذكية والتكتيكات البنات يمكن للعبين تحقيق النجاح في الحفاظ على نفسهم وفرقهم وتأمين المواقع الحاسمة في باب جي التكتيكات القتالية في باب جي القتال هو جزء أساسي من تجربة اللعب سواء كنت تواجه مواجهات قريبة المدى أو بعيدة المدى إليك بعض التكتيكات القتالية الفعالة التي يمكن استخدامها للتفوق في المعارك للمواجهات قريبة المدى واحد التحضير للمواجهة قم بتجهيز نفسك بأسلحة قوية ودروع قبل دخول المعركة القريبة المدى مثل البنادق الهجومية في باب جي والمسدسات الرشاشة اثنان الاستفادة من الغطاء استخدم الغطاء بشكل فعال خلال المواجهات القريبة لحماية نفسك من النيران العدو واستخدم العناصر المحيطة للمراوغة والتضليل ثلاث الهجوم بالتفجأة حاول الهجوم بشكل مفاجئ ومتوقع للعدو واستخدم التحايل والحركات السريعة لتجنب الأذى وزيادة فرص الفوز أربع الحركة المستمرة حافظ على الحركة المستمرة خلال المواجهة لتقليل فرص تعرضك للضربات واستخدم القفز والتحرك الجانبي لتجنب الرصاص للمواجهات بعيدة المد واحد اختيار الأسلحة المناسبة استخدم البنادق القناصة أو الأسلحة ذات الدقة العالية لمواجهات بعيدة المد وتأكد من توفر الذخيرة الكافية اثنان استخدام التضاريس ابحث عن مواقع مرتفعة أو أماكن توفر غطاء جيدا واستخدمها للمراقبة وتحديد اهدافك بدقة ثلاث ضبط الهوية ضبط الهوية والتنفس العميق قبل إطلاق النار لزيادة دقتك وتركيزك أثناء القتال أربع الاستفادة من الزوايا استخدم الزوايا والأغطية بشكل مستمر للتخفي وتقليل فرص تعرضك للنيران العدو من خلال تطبيق هذه التكتيكات القتالية يمكن للعبين زيادة فرص النجاح في المواجهات سواء كانت قريبة المدى أو بعيدة المدى وتحقيق الفوز في باب جي استخدام الأدوات الاستراتيجية في باب جي الأدوات الاستراتيجية مثل القنابل والقنابل اليدوية تلعب دورا حاسما في تحقيق الفوز في المعارك إليك كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل فعال واحد القنابل اليدوية فراك كريناليدز استخدم القنابل اليدوية لقتل الأعداء أو تشتيتهم من مواقع الغطاء حدد الزمان المناسب لرمي القنبلة محاولا توقيتها بحيث تصل إلى الهدف في الوقت المثالي احتفظ بعدد كاف من القنابل اليدوية في الجيب للاستخدام في المواقف الحرجة اثنان القنابل الدخانية سماوك كريناليدز استخدم القنابل الدخانية لتغطية الانسحاب أو إخفاء تحركات الفريق رمي القنابل الدخانية بينك وبين العدو لإعاقة رؤيتهم وزيادة فرص الهجوم أو الانسحاب بسلام استخدم القنابل الدخانية أيضا لتضليل العدو وإبطاء تحركاتهم خلال المعارك ثلاث القنابل الحارقة مولتوف كوكتاتلز استخدم القنابل الحارقة لتحجيم المساحة ومنع تقدم الأعداء في المناطق المحصورة رمي القنبلة في المواقع الاستراتيجية مثل الأبواب أو النوافذ لتعريد الأعداء للضرر حافظ على مسافة آمنة عند استخدام القنابل الحارقة لتجنب الإصابة بالضرر الذاتي أربع القنابل الدمارية استخدم القنابل الدمارية لتخفيف قدرة العدو على الاستجابة مما يفتح الفرص للهجوم أو الانسحاب بسرعة توجيه القنابل الدمارية باتجاه العدو لتعريدهم للصمم والعمل مؤقت استغل الفرصة الناتجة عن استخدام القنابل الدمارية للقضاء على الأعداء أو التقدم بسرعة من خلال استخدام هذه الأدوات الاستراتيجية بشكل فعال يمكن للعبين زيادة فرص الفوز في المعارك وتحقيق النجاح في باب جي التعاون مع الزملاء في باب جي التواصل والتعاون مع أفراد الفريق يعد عنصرا حاسما لتحقيق الفوز في اللعب الجماعي إليك أهمية هذا التعاون وكيفية تحقيقه بفعالية واحد توزيع المهم قبل بدء المباراة قم بتوزيع المهم بين أفراد الفريق بناء على قدراتهم وتفضلاتهم مثل تحديد من يتولى مسئولية المراقبة ومن يكون المسئول عن الهجمات ومن يتولى دور الدعم اثنان التواصل الفعال استخدمت دردشة الصوتية أو الرسائل النصية للتواصل مع أفراد الفريق وتبادل المعلومات حول المواقف والتهديدات المحتملة ثلاثة تخطيط المسبق قبل القيام بأي حركة تحدث مع أفراد الفريق ووضح الخطط والاستراتيجيات المراد اتباعها سواء كان ذلك للانتقال بين المواقع أو الهجوم على الأعداء أربع التعاون في المواجهات عندما يحدث صدا مع الأعداء حاول التعاون مع أفراد الفريق بشكل فعال وقم بتقديم الدعم والغطاء لبعضكم البعض لزيادة فرص الفوز خمسة مشاركة الموارد تبادل الموارد مثل الذخيرة والدروع والإمدادات الطبية مع أفراد الفريق الذين يحتاجونها وكنا جاهزا للمساعدة في حالة الطلب ستة تضحية للفريق في بعض الأحيان قد يتطلب الفوز بالمعركة التضحية الشخصية لصالح الفريق كالتغطية لزملاء الفريق لحمايتهم أو التضحية بنفسك لإنقاذهم باستخدام هذه الاستراتيجيات يمكن للعبين بناء تعاون قوي مع أفراد الفريق وتحقيق الفوز في المعارك الجماعية في باب جي حيث يكمن النجاح في العمل الجماعي والتنسيق الجيد استراتيجيات البحث عن الموارد في باب جي العثور على الموارد الضرورية مثل الأسلحة والدروع والمعدات الطبية يمثل جزءا أساسيا من استراتيجية البقاء والفوز في اللعبة إليك بعض النصائح حول كيفية تحقيق ذلك بفعالية واحد استكشاف المباني والمناطق الهمة قم بدراسة الخريطة والتركيز على المناطق التي تحتوي على عدد كبير من المباني وابحث داخلها عن الصناديق والصناديق المتناثرة التي تحتوي على الموارد اثنان تفقد المخازن والمناطق الصناعية توجه إلى المخازن والمناطق الصناعية حيث يكون عدد الصناديق والموارد أكبر بشكل عام وكذلك الفرصة للعثور على سلحة قوية ثلاثة استخدام الطائرة الورقية باري شوتينج اختر هبوطا استراتيجيا يضمن وصولك إلى مناطق تحتوي على موارد جيدة مثل المدن الكبيرة أو المناطق الحيوية أربعة تحرك بشكل دقيق ابحث عن المناطق النائية والمعزولة التي قد تحتوي على موارد دون التعرض لخطر الهجمات العدوانية خمسة تعاون مع الفريق في حالة لعبك في فريق قم بالتنسيق مع أفراد الفريق لتقسيم الموارد بينكم ومساعدة بعضكم البعض في العثور على الموارد الضرورية ستة استخدام السيارات ووسائل النقل استخدم السيارات والوسائل النقل الأخرى لاستكشاف المناطق البعيدة والتي قد تحتوي على موارد قيمة سبع البقاء مستعدا حافظ على مسافة آمنة من الموارد الضرورية مثل الذخيرة والدروع والإمدادات الطبية لتكون جاهزا للمعارك القادمة باعتماد هذه الاستراتيجيات يمكن للعبين زيادة فرص العثور على الموارد الضرورية وتجهيز انفسهم بشكل كامل للمعارك في باب جي التكتيكات البيئية في باب جي البيئة المحيطة ليست مجرد خلفية بل يمكن استخدامها بشكل إبداعي للحصول على ميزة استراتيجية على الأعداء إليك بعض التكتيكات البيئية التي يمكن استخدامها بفعالية واحد التخفي والتمويه استخدم الغطاء المتاح في البيئة للتخفي والتمويه مثل الأشجار والصخور والعشب الطويل قم بالاحتماء خلف الأشياء وكنا حذرا للتحرك بصمت لتجنب الكشف عن موقعك اثنان الاستفادة من التضريس ابحث عن المواقع المرتفعة التي توفر لك رؤية واسعة النطاق على المنطقة المحيطة واستخدمها لمراقبة العدو وتحديد مواقعهم ثلاثة استخدام العقبات الطبيعية استغلال الأنهار والجبال والأماكن المرتفعة كعقبات طبيعية لتقليل فرص التحرك السهل للأعداء وتعقيد حركتهم أربع استخدام الطقس استفد من التغيرات في الطقس مثل الضباب والمطر لتخفيض الرؤية لدى العدو وإنشاء فرص للهجمات المفاجئة خمسة تسلل والهجوم الخفية استخدم البيئة للتسلل بصمت إلى مواقع العدو وتنفيذ الهجمات الخفية أو للتحرك بشكل غير ملاحظ إلى مواقع استراتيجية ستة التضليل والتحايل قم بإنشاء فخاخ ومحذير للتضليل العدوي وإحداث الارتباك في صفوفهم مما يوفر لك الفرصة لتنفيذ هجمات مفاجئة سبعة تكتيكات البيئية الفردية كنا إبداعياً واستخدم البيئة بشكل فردي وبما يتناسب مع سلوكياتنا اللاعبين الآخرين وأنماط اللاعب الخاصة بهم باستخدام هذه التكتيكات البيئية يمكن للعبين الاستفادة القصوى من البيئة المحيطة وتحقيق الميزة الاستراتيجية على الأعداء في باب جي التغلب على التحديات البيئية في باب جي ليس التحدي فقط هو مواجهة الأعداء بل أيضاً التعامل مع التحديات البيئية مثل التقس السيء والتضريس الصعبة إليك كيفية التعامل مع هذه التحديات بشكل فعال واحد التعامل مع التقس السيء استخدم الأغطية الطبيعية مثل الأشجار والصخور للحماية من الأمطار الغزيرة أو العواصف الرعدية كنا حذراً من الانزلاق على الأرض المبللة واستخدم الغطاء لتجنب التعرض للضرر استفد من تقليل الرؤية لدى العدو بسبب الضباب أو العواصف للتنقل بشكل آمن أو لتنفيذ هجمات مفاجئة إثنان التعامل مع التضريس الصعبة قم بتقييم التضريس المحيطة وتحديد الطرق الأكثر أماناً للتحرك استخدم الأدوات الاستراتيجية مثل السيارات الرباعية الدفع للتغلب على التضريس الصعبة مثل الجبال والتلال تخطى التضريس العالية باستخدام الخرائط المحلية للعثور على الممرات الجبلية القريبة التي يمكن استخدامها للصعود والهبوط ثلاثة تخطيط المسبق للتحرك قم بتحديد الطرق الآمنة والمواقع الاستراتيجية قبل بدء التحرك في البيئة الصعبة ضع خططاً احتياطية للتعامل مع ظروف غير المتوقعة مثل التقلبات الجوية المفاجئة أو العثور على طرق مغلقة أربع استخدام المعدات اللازمة احمل معك المعدات اللازمة مثل الكشافات والأدوات اللازمة لإصلاح السيارات لتكون مستعداً للتعامل مع أي مشكلة تقنية اثناء التحرك خمسة التواصل مع الفريق تبادل المعلومات والتحديثات مع أفراد الفريق حول الظروف البيئية وخطط التحرك لضمان التنسيق والسلامة من خلال مواجهة التحديات البيئية بالحذر والتخطيط المسبق يمكن للعبين البقاء والتغلب على هذه التحديات وتحقيق النجاح في باب جي سواء كانت على الصعيدين الفردي والجماعي تطوير مهارات القيادة قيادة السيارات ووسائل النقل في باب جي هي مهارة أساسية يجب تطويرها للتنقل بشكل فعال والبقاء على قيد الحياة إليك بعض النصائح لتطوير مهارات القيادة في اللعبة واحد ممارسة القيادة قم بالممارسة المنتظمة للقيادة في اللعبة سواء كان ذلك في وضع اللعب الفردي أو الجماعي كلما زادت ممارستك كلما تحسنت مهاراتك اثنان تعلم السيطرة دراسة سلوك السيارة في اللعبة وتعلم كيفية التحكم فيها بشكل فعال في مختلف الظروف مثل الطرق الوعرة والطرق الوعرة ثلاثة تعرف على أنواع السيارات اعرف أنواع السيارات المتوفرة في اللعبة وميزات كل نوع مثل السرعة والتحمل لتتمكن من اختيار السيارة المناسبة للموقف أربعة تخطيط للطريق قبل بدء القيادة قم بتحديد الطريق والوجهة التي تريد الوصول إليها وخطط للمسار الأفضل للوصول إليها خمسة القيادة الآمنة حافظ على سلامة نفسك وركاب السيارة عن طريق القيادة بحذر وتجنب المخاطر مثل الانقلاب والاستضام بالأشياء ست استخدام الخريطة استفد من الخريطة في اللعبة للتخطيط للمسار وتجنب الانحراف عن الطريق سبع التنبؤ بالمواقف توقع المواقف الصعبة مثل التضريس الصعبة والأعداء في الطريق وكنا جاهزا للتعامل معها بشكل فعال من خلال تطبيق هذه النصائح والممارسة المنتظمة يمكن للعبين تحسين مهاراتهم في القيادة في باب جي وتحقيق تنقل فعال ونجاح في اللعبة تكتيكات البقاء في المنطقة الآمنة في باب جي البقاء في المنطقة الآمنة يعتبر جزءا حاسما من استراتيجية الفوز إليك كيفية البقاء والتحرك داخل المنطقة الآمنة بشكل استراتيجي واحد متابعة الدائرة تابع دائما حركة الدائرة وحافظ على الوقوف داخلها استخدم الخريطة لتحديد مسارك بحيث يكون دائما داخل الدائرة أو بالقرب من حدودها اثنان التخطيط المسبق قبل بدء انتقالك خطط للطريق الذي ستتبعه داخل المنطقة الآمنة ابحث عن الملاذات والمباني التي يمكن استخدامها كنقاط تحمل أو أماكن للمراقبة ثلاث الحصول على معلومات استخدم الطائرات بدون طيار والصوتيات والرادارات للحصول على معلومات حول مواقع الأعداء والمواقع الآمنة داخل الدائرة أربعة تحرك بحذر تحرك ببطء وحذر داخل المنطقة الآمنة وكنا مستعدا للتحرك سريعا إذا تعرضت لإطلاق نار من الأعداء خمسة تجنب التعرض للمخاطر تجنب الوقوف في المناطق المفتوحة والتعرض للرصاص وابحث عن الغطاء الجيد مثل الأشجار أو الجدران ستة لاستفادة من التضاريس استخدم التضاريس المتاحة لصالحك مثل الأماكن المرتفعة للمراقبة والمباني لتحمل الهجمات سبع التواصل مع الفريق تواصل مع أفراد الفريق وتنسيق مواقفكم داخل المنطقة الآمنة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة باستخدام هذه التكتيكات يمكن للعبين البقاء والتحرك داخل المنطقة الآمنة بشكل استراتيجي وتحقيق النجاح في باب جي حيث يعتمد البقاء الطويل على التخطيط الجيد والتحرك الذكي النصائح الأخيرة والاستنتاج بعد استكشاف مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بلعبة باب جي هنا بعض النصائح الأخيرة لتحسين مهاراتك كلاعب والاستمتاع بتجربتك بشكل أفضل واحد الممارسة تجعل الكمال لا تتوقف عن الممارسة والتعلم كلما لعبت أكثر كلما تحسنت مهاراتك واستراتيجيتك اثنان تعلم من الأخطاء اعتبر كل هزيمتك فرصة للتعلم حل الأخطائك وحاول تجنبها في المرات القادمة ثلاثة كن إبداعيا لا تخاف من تجربة استراتيجيات جديدة وتقنيات مختلفة الإبداع والتجريب قد يفتحان أبوابا جديدة للفوز أربع استمتع باللعبة تذكر أن باب جي هي لعبة في النهاية لذا استمتع بالتجربة واللعب مع الأصدقاء والمجتمع خمسة توازن بين الحياة الحقيقية واللعبة لا تنسى أن تحافظ على التوازن بين وقتك في اللعبة وبين الحياة الحقيقية والمسؤوليات الأخرى في النهاية باب جي هي لعبة تتطلب التركيز والاستراتيجية والمهارة ولكنها أيضا تقدم متعة كبيرة وفرصا للتفاعل الاجتماعي والتعلم المستمر استمتع بكل لحظة وكنا دائما مستعدا لمواجهة التحديات والتغلب عليها بهذا نكون قد استكملنا رحلتنا داخل عالم لعبة باب جي حيث استكشفنا كل جوانبها من البداية حتى النهاية تمنياتي لكم بالمتعة والنجاح في كل مباراة تلعبونها ولا تنسوا دائما أن تحافظوا على الروح الرياضية والتعاون مع فرقكم فلنستمتعوا بالمغامرات التي تقدمها باب جي معا ولنتطلع دائما لمزيد من التحديات والانتصارات في الطريق